السلام عليكم مقتل ظابط الحرس التوري الايراني حسن ايرلو كشف حاجات مهمة جدا هنتكلم عنها ولكن الاهم جدا جدا دلوقتي هو اكتشاف العلماء الايرانيين عفوا قصد الدبلوماسيين الايرانيين والاعلاميين الموالين لايران اكتشافهم لمتحور فتاك من فيروس كورونا المفتري منشأوا في المملكة العربية السعودية وتم تسمية المتحور الكوروني الفتاك ده باسم KSA F15 والصورة دي هي صورة مكبرة لهذا المتحور زي ما انتوا شايفين واكتشف العلماء الايرانيين انه كورونا المتحور السعودي موديل KSA F15 بينتشر عبر السقور السعودية زي ما انتوا شايفين في الصورة دي وكانت اول اصابة بكورونا المتحور السعودي تراز KSA F15 هي اصابة ضابط الحرس التوري عفوا قصد السفير الايراني في اليمن المأسوف على شباب امه حسن ايرلو حيث انه كان في اجتماع ما حفنة من الخاونا يا عجد عن عفوا قصدي مع النخبة من ميليشيات الحوثي وميليشيات حزب الله في اليمن بينقش معهم خطة الهجوم على المدنيين في مقرب يووووووه قصدي كان بينقش معاهم صبل تطوير وتنمية اليمن وجعل اليمن يستفيد من التجربة الايرانية في خراب البلدان يو بقى قصدي في عمار البلدان وفي عز الاجتماع الجميل ده ام هبق عليهم الصقر السعودي المفتاري ده حملا مع كورونا المتحور الجديد تراث كي اس اي اف ففتين وغشوا عليهم. فاصيب به المأسوف على شباب امه وساعدة سفير جمهورية ايران الفارسية اصدي الاسلامية حسن ايرلو. ليصبح شهيد القدس قريبا على ايد اسماعيل هانية. بقول لكم ايه? ما تكون اتكلم بجد شوية. مع ان الكلام اللي فات والله يكن جدا برضو. ردود الفعل على مقتل ضابط الحرس السوري الايراني في اليمن والحاكم الفعل للصنعاء وللاراضي اليمنية اللي تحت سيطارة الحوتي المدى وحسن ايرلو ده غدود الفعل على مقتل وعمل بالزبط زي المثل اللي بيقول الجنازة حره والميت كلب. والسبب ان الموضوع ولا قوي عند موالي ايراني المحسوبين علينا العرب. هو مقدار الالم اللي تسبب فيه مقتل عندي الايرانيين. لان حسن ايرلو تم ارساله لليمن متخفي. ودخل اليمن تهريب عن طريق ولا بلاش دي. بلاش نقولها مش عايزين نزع الحد. وتم ارساله لليمن من اجل الاشراف على احتلال مقرب. وهو ما فشل فيه هو وحتالة الحوثي والخونة على مدى كزا شهر. وجات ضربة كورونا السعودية واصفت عمره وعمر امه. وده عمل صدمة عند الحوثي واسياده في ايران ومواليها. وهو ده سبب سعارهم ونباحهم على السوشال ميديا بشكل هستيري. العجيب في الموضوع ان وزير الخارجية الايراني بكل بجاحة بيحمل السعودية مسئولية مقتله. بسبب تبطؤها بحسب زعمه. على اجلاء ايرلو المصاب بحسب زعمه برده بكورونا. الاعجاب بقى انهم بيقولوا انه ميت بكورونا وفي نفس الوقت بيعتبروه شهيد. وعملين عليه مظلومية ولطمية. لا وكمان بيقول ان ايرلو كان مناصر للحل السياسي في اليمن. مع اننا عارفين انه بيقود عمليات الهجوم على مقرب. ايران بكل بجاحة بتسمي حسن ايرلو كسافير ليها في اليمن. نعي ان الشرعية اليمنية اعتبرته عنصر معادي. ولم تعترف بيه كسافير اطلاقا. اصلا ايران ذات نفسها مش بعتها كسافير. هم بعتينه كحاكم ايراني لليمن. وقائد لعملية احتلال مقرب. ومع ذلك ايران بكل بجاحة بتخاطب العالم عن مظلومية ايرلو على انه سافير. فعلا دي دولة ما ينفعش التفاهم معها. رسالتي بقى الموالي ايران وخصوصا عبيد جزمة السيد في الضحية الجنوبية في بيروت. هو انتو امتى هتبقوا احرار? لا بجد امتى يعني? يعني كلب ايراني مات في اليمن. انتو بتلتموا ايه? هتفضلوا عبيد للفرصة لان ده مصير اللي بقى عربته من اجل الولي السفيف في طهران. وياريت تعالوا صوت نباحكم اكتر. لانه بيتربني اكتر من امه كلثوم. وكفاية لاسع لحد كده. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.